موسيقى نشأ القارئ المصري السيد إبراهيم وردة في إحدى قرى من يلقمح بمحافظة الشرقية وكغيره من أبناء الريف المصري التحق مبكرا بحلقات حفظ القرآن الكريم مصيب وهو في سنوات الطفولة الأولى بالحمى التي فقدته البصر لكن ذلك زاد إصراره على حفظ القرآن الكريم كاملا ينتقل إثر ذلك إلى القاهرة قارئا ومرتلا في المناسبات بدأت حفظ القرآن الكريم في الرابعة وأنا في سن أربع سنين كانت القراءة بالنسبة لي في صعوبة بالغة لأن أعتمد كل الاعتماد على التلقي من سيدنا دون أي مساعدة لا تلاوة في مصحف لأني أصبت بالحمى وأنا في السن الرابعة أو الرابعة والنصف فأصبت حتى تسببت في أني قد كف بصري وهذه منه وفضل وكرم من الله سبحانه وتعالى حيث كانت هذه البداية هي الانطلاقة الحقيقية وكل ما فيها من صعوبات التي مررت بها حيث لم أجد معاون إلا الله بعد سيدنا وبعد الوالدة رحمة الله عليها فكان من حسن الطالع في البداية الطيبة أن سيدنا حضر ذات يوم من الأيام في الشارع الذي أسكن فيه وكان يجلس عند ابن خالته هو الحاج مصلحي القوللي فقال له والله يا شيخ إبراهيم لو يعني ينوبك سواب له وتحفظ هذا الولد القرآن الكلم فكان الفضل الأول بعد الله سبحانه وتعالى لأبوي الحاج مصلحي الذي وضع النواة الأصلية لحفظي القرآن الكريم فأرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته وفي ميزان حسناته كل من يسعى لتحفيظ القرآن الكريم فانطلقت في حفظ القرآن الكريم وقرأت سيدنا بدأ يحفظني صورة تلو الأخرى حتى انتهيت من جزء عامة وجزء تبارك والحمد لله من الله علي أن أتممت حفظ القرآن الكريم وأنا في الثامنة من عمري بعد تمام حفظ القرآن الكريم بدأ في تحفيظي لمتني التحفة والدزرية ومتن الشاطبية ومتن الضره ثم أوصلني إلى سيدنا الشيخ أحمد عبد الحميد راشد بقرية السعديين حيث شرح لي متني الشاطبية والضره بعد أن شرح لي سيدنا الشيخ الرحيم بدوي متني التحفة والدزرية بداية الصوت كان صهرة صغيرة في القرية عند الحج عبد الله عراقي ومن حسن الطالع أنه أصبح نسيب فكان أخي صديق عزيز له فطلب منه أن أقوم بصهرة رمضان وكان سني في وقت الصهرة حوالي سبع سنين ومصفة أو تمان سنين فبدأت يعني كيف أمسك المايكروفون وكيف أقرأ وكيف أتعلم التجويد طبعاً لم يكن بالجودة المطلوبة طبعاً كانت حاجة تتعب أذان الناس لكن من التشجيع لما سيدنا عرف أن أنا بصهر وبقرأ فبقى يشجعني أن أنا أقرأ ربع صغير ربعين حاجات كده علشان خاطر الناس تعرف مين هو يعني السيد ورده فأريكم ما كنت أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها زائر ومنها زائر ولو شاء لهذاكم أزمعين وصدق الله العظيم بدأ تجاوب الجمهور بعد عناء وعناء شديد جدا حيث وهذا يعني ذكرته في جريدة اللواء الإسلامي في الرحلة يعني كنت عندما أذهب إلى أحد المياتم في البلد فكان سيدنا يعني الذي يقرأ في البلد وهو يعني هو كان المسيطر على التلاوة في كل مياتم البلد فكنت عندما أذهب إليه كان يعني يدفعني دفعا شديدا حتى لا يجعلني أن لا أذهب يعني ما يجعلنيش أذهب إلى المكان أبدا كان يبعدني بشتى الطرق لدرجة أنه كان يجعل له ناس لما أروح يقولك فلان داخل ما تخلهش يقرأ فكان يعني يقولي مثلا روح عند عند بيت الميت وهناك فيه أكل وشرب وكده أحسن من الإله هنا مفيش حاجة فطبعا كان الكلام ده يعني يعني كولد صغير لا يعرف يعني أنا يعني كنت عايز الصوت يظهر في المايكروفون فقط الكلام ده فيه سن العشرة 11 خلاص يعني فالحمد لله سيدنا الشيخ إبراهيم بردك أخذ بإيدي وبدأ يعودني إني أقرأ قدام الناس هو طبعا قراءة الجمهور الصغير يعني اللي هو اللي هو في سبع سنين ونص وثمان سنين ده كان يعني مجرد أن أنا كنت أقرأ وبعد كده انطلقت بردك كنت صهر وكانت القراءة تجويديا لا تكن إلا في رمضان وهو كان يعني المتنفس الحقيقي في كل سنة أو موسم أني أقرأ فيه في أي مكان أسمع مايكروفون أذهب لأقرأ أما بالنسبة عن والدتي رحمة الله عليها أكرمني الله بها حيث من الله علي بها في كل حال تعبت سهرت قامت كانت في اليوم الواحد تذهب معي في أكثر من ثلاثة أماكن كانت في السالسة صباحا تذهب بي إلى معهد سالم مشهور ومن قبل معهد عمر مرعي في قرية السعديين التي حصرت منها منها على الإبتدائية والإعدادية والثانوية من معهدي عمر مرعي وسالم مشهور أنا أخذت الثانوية الأزهرية من معهد سالم مشهور في هذه الأثناء كنت أذهب أيضاً إلى معهد قراءات الزقاذيق لكي أتعلم القراءات عملياً ونظرياً أيضاً حيث أني كنت قد حفظت المتون كما قلت على يد سيدنا الشيخ إبراهيم بدوي وشرحتها على يد سيدنا الشيخ أحمد رشد كغيره من قراء مصر يشارك القارئ السيد إبراهيم وردى في المناسبات القرآنية التي تقام في الأرياف المصرية والأحياء الشعبية الكبرى في القاهرة وقد منحه قربه من الأوساط الريفية والشعبية شهرة كبيرة حيث يعد من القراء المعروفين في أحياء القاهرة الكبرى شرف لي لا أكون أقلد لأن هؤلاء قيمة وقامة وهم أساتذة أساتذة عظام مثل سيدنا الشيخ محمود خليل الحصري سيدنا الشيخ محمد رفعت سيدنا الشيخ محمود رمضان سيدنا الشيخ محمد عمران أستاذنا الكبير سيدنا الشيخ المنشاوي أستاذنا الكبير سيدنا الشيخ كامل يوسف الباتيني هؤلاء هم العظام الذين تأثرت بهم والقامة الكبرى سيدنا الشيخ علي محمود الذي طالما طالما أن تسمعه تسمع يعني كمنجة تسمع ناي تسمع أنون مثال يعني أنا أعطيك يعني بعض المشايخ كده أمثلة يعني مثلا سيدنا الشيخ محمود خليل الحصري يوم يجمع الله الرسول فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إن إنك أنت علام الغيوب ده سيدنا الشيخ الحصري سيدنا الشيخ رفعت يوم يجمع رضاه الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إن كأن تعلام الغيوب لنا يوم لا سيدنا الشيخ رفعت سيدنا الشيخ رمضاء سيدنا الشيخ يوم يجمع الله الرسول فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إن 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 كأن تعلام الغيوب مثلا فهؤلاء يعني يعني واجب التأثر بهم لأنهم النواة لكل قارئ الذي يريد أن يعني يعني يريد أن يقرأ ويظهر لأن هؤلاء أحكام صحيحة مقامات صحيحة وفي هذا الأمر يعني أفرد دقيقة واحدة أخي القارئ أعلم بأن القراءة ليست نغم وإنما هي حكم يا أخي أقول لنفسي وأقول لك ولكل قراء العالم لا تجعل النغم يطغى على الحكم لأن الحكم هو الأصل ولا يجوز لأي قارئ أن يتعدى بالنغم على الحكم لأن في هذه حرمة بالنسبة يعني لأي قارئ مش للسيد وردة إذا أرد أن يرسم لنفسه مجالا معينا أو بصمة معينة يجب أن يسمع القدامى حتى يجعل لنفسه يعني كوكتيل خاص من هؤلاء لأن منهم الصوت الجميل ومنهم الصوت الأجمل ومنهم الصوت الجيد ومنهم الأجود أقل كلمة قلتها جميل وأعتقد يعني ما فيش بعد الجميل فأنا رسمت لنفسي بعد أن سمعت كل هؤلاء يعني أنا لما أقرأ من فضل الله سبحانه وتعالى يعني لا أقول عن نفسي لكن الناس يقولون أني يعني لي بصمة أو أسمعكم حتى يعني تحكموا وَلَقَذَ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضُلَيْا جِبَالُ أَوْوِبِيْ مَعَهُ وَقْقَيْرَ وَأَلَنَّا لَحْرَهُمْ وَلَقَذَ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضُلًا يَا جِبَالُ أَوْوِبِيْ مَعَهُمْ وَلَقَذَ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضُلًا يَا جِبَالُ أَوْوِبِيْ مَعَهُ وَالطَيْرَ وَالَنَّا لَهُمْ أَنْ عَمَلْ سَافِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّوْدِ وَعَمَلُوا صَالِحًا وَأَمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا وَذَقَ اللَّهُ اللَّعْبُينَ بالنسبة والله في مصر قراء كثيرين جدا جدا ولهم الأفضلية والله هناك قراء أفضل مما هم موجودون على الساحة الإعلامية لكن للأسف الشديد لا نجد من يتكشف أو يستكشف الأصوات القرآنية للأسف الشديد تجد المواهب كلها مقتصرة على الغناء والطرب لكن أنا أمر على جميع محطات الإزاع أمر على جميع محطات الإزاع كل المواهب التي تخرج في الغناء والطرب فقط أما عندما نتكلم عن مواهب قرآنية ليست موجودة حتى والله ولا في إذاعة القرآن الكريم وهذا عيب عيب أن نكون في مصر ولم نجد من يتكشف أو يستكشف الأصوات القرآنية للأسف الشديد نجد المعوقات في الإزاع نجد المعوقات في الإزاع وبالتالي التلفزيون المتنفس بصراحة القنوات الفضائية شهر رمضان الذي أزل فيه القرآن من هدى للناس وبينات من الهدى والبرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتتملوا العزة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا زالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعي إذا دعار فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون